مرحبا بكم في قناة دي دو سمدي السلام عليكم مرحبا بكم في قناة دي دو سمدي قلنا ان شاء الله نقدم واحد الموضوع ديال شيء واحد ممكن ان يضمر مشروع الارنب كليا يعني شحال موحد غدي قرار عنوان غدي يقول باللي يعني اسمه كتساءل شنو يقدر يكون هالشيء وهو الفئران ومشي بتطبق الفئران ومشي يعني الفئران غدي اديه الارنب وانما الفضلات ديال الفئران كتسدي الارنب يعني كما كتشوفوا معايا طريقة ديال التخزين ديال الاكل يعني شحال موحد كي دير مزلان غيشي صاك بحال هاتشكل مثل ما انا كنعلق وحد صاك كندير فيه يعني اما السيكاليم اما الدراع اما الحبوب اللي كنعطيها الارنب مثل ما كيوقع انه الى كان عندك شي احنا كنقوله ديك زغايد او فئران الفئران خاتكو معلق لهم الساك الفوق كي يوصلوه كيبقوا ياكلو منو ذاك شي اللي يكلاو متلا ما كتشعرش بهم كتشده يعني العلف ديالك كتعطيه الارنب ديالك ولكن ما كتكونش عارب اللي رغم خلط معه واحد نوع من الفضالات ديال يعني ديكو الفئران هي الفئران الفضالات ديالهم مشي غدي تأدي الارنب ممباشرة ولكن حنيا باش عرفنا باللي الأرنب راهم ممراضينش عفوانا هذي كل الفئران راهم ممراضينش يعني إلا مشا تكنوا يعني سولام هذوك الفئران ممكن ما يقاديوناش الأرنب ديوننا ولكن كما كيقول واحد للمثال ماشي كل مرة كتسلم الجرة إلا كانت بنسبة يعني واحد في المياه شي يعني ذوك الفئران يكون مريض ممكن أن هذوك الفضلات دياله إلا مشا تكلاوها الأرنب ديالك غادي يمرضولك وما غا تعرفش منهاش لبالمشكل أن هذوك سموم سموم غادي يكونوا يعني في الجهاز ديال هذي مديانهم كتقول أنا يا ما عطيتهم شي حاجة اللي غادي تضرهم ورغم ذلك كي متولي ما عرفتش علاشه إذا ما هو الحل؟ إحنا نشوفوا أولا طريقة التخزين طريقة التخزين ما تديروش سيكان بحال هذ الشكل يعني ساك وتديرو فيه إما يكون محطوط بالأرض إما معلّف هذ طريقة هذي راه الفئر غادي يوصلوا يوصلوا ما تديروش مثلا طعصة بحال هذ الشكل هذة وتقولوا أنا غادي نحط فيها وغادي ندير يعني الأرانيب ديالي غادي نعطيهم به هذ شكل هذة العلف ديالهم أنا غادي نوريكم كيفاش خصكم تخزنوا هذ 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 العلف ديال الأرانيب إذا تابعوا معي الطريقة إذا كما كانت شوفوا معايا عندي واحد البوديزة كبيرة ندير فيها جميل أنواع ديال العلف عندي ما كين السيكاليم ها هو إلا لحظة معايا راني ديرو فين فاد البوديزة هذي كتصد بإحكام ميمكنش الفار يوصل لها كين هذ الحجم هذة وكين هذ الحجم هذة كذلي عندي ما احتى هذ البوديزة هذي لحسب الناس على حسب الاستطاعة مهم حتى هذة هذي هانتوما ندير فيها دير الميكيال باش نعطيهم مهم هذي ممكن أكثرش عليها لحرارة لابورودة ممكن أنكم تصدوها بهاد الفينتاج بإحكام وصافية ما غديش يبقى يوصلها الفيران وخايب الفار يبغي يدوز لها ما غديش يقدر يدخلها لداخل إذا هذي طريقة سهلة أرىنا دبا نشوفوا كيفاش ممكن نحميو الآن نبدياوننا من هذ هذي السموم هذي مباشرة خاص يكون عندكم مضاد السموم يكون عندكم في المنزل ديالكم شعام وعد غاد يقول لي ما غدي نجيبوه ما غالي في الثامان كي غدي نديرو مضاد السموم عندكم في البيت ديالكم وراه رخيص رخيص في الثامان مضاد السموم ممكن أنكم تسعملوا جوج ديال الحويش الخل يعني معلقة ديال الخل ديروها لهم في طرق ديال الماء مع نص معلقة ديال بيكربونات سوديوم هذا راه مضاد السموم يعني مخير و جد جد فعال يعني لمشي تدرتو الخلطة هذي وعطيتها لهم مثلا يعني كاحتياط هي كاحتياط في نفس الوقت بيكربونات سوديوم كي يسهلهم العملية ديال الهضم في نفس الوقت الخل كي يحميلهم الجهاز الهضمي ديالهم و كي يقولوا يعني كي يكلوا معاكم زيان يعني هاد الموضوع هدا خسنا نديرو فيه الاحتياطات و خسنا نديرو فيه العلاج يعني الاحتياطات هو التخزين طريقة ديال تخزين ديال العالف و الاحتياطات وهو مضاد السموم اللي هو الخل هذه الخل اللي كي تدير الماء إذا ماشي شي خل غالي ولا ركي يدير ربع الدرامونس بوحل كمية كبيرة ثم غتديرو غيم عيلقة واحدة فيطروا ديال الماء مع بيكربونات السوديوم ثم هكيديرو الباكية كتدير ربع الدرهم والصغيرة والباكية كبيرة كتدير ستدرهم ثم يركعتهم مع كمية كبيرة ممكن أنكم تخز تديرو هالطريقة هذي من خمستاشر يوم خمستاشر يوم كحماية الأرانيب ديالكم و باش ما تنسوش يعني فوقاش درتو و فوقاش ما درتوش ممكن أنكم تدونو في واحدة مذكيرة ولو شي وريقة مثلا راني داويت الأرانيب ديالي في هذا النهار فوقاش خسنين داويهم وتحسبوه خمستاشر يوم ديرو لادات جديدة و تبقاوا تعلقوها مثلا في شي شي مكان يعني في الكاج في مكان قريب باش تبقاوا انتم ديما عندكم ديراية ب يعني بالأوقات ديال الأوقات ديال التلقيح الأوقات ديال الأدوية اي وقت لادات يعني الصغار منين غادي يكبرو شحال عندهم ديال الوقت اي حاجة تكونوا مدونين في واحدة مذكيرة اذا الحلقة ديالنا هي هذه حاولوا انكم تاخدوا هذه الفكرة بعين الاعتبار الناس لي ما زال ما شاركوش معنا يشاركو معنا خاناتك ديالكم كنشكركم على التعاليق طيبة ديالكم تكيو على زر الجام باش نزيلوا القدام وقنصر لكم فيديوهات لتفيدكم ان شاء الله وتكيو على زر الجرس كي يصلكم جديد ديالي ان شاء الله الى اللقاء في الحلقة المقبلة